كيف يتضبط اعدادات القناة من ستوديو اليوتيوب بشكل صحيح؟ تابع معي السلام عليكم أهلنا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور لو أهو مرة تشوف قناتي ياريت تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا النهاردة كده هنتكلم على إزاي يعمل ضبط الاعدادات القناة طبعا في بعض الاعدادات الأساسية اللي لازم تعملها على القناة بتاعتك بشكل صحيح ودي بيتعمل مرة واحدة وبتساعد في نمو قناتك بشكل أسرع وطبعا في بعض الاعدادات اللي لازم تعملها على كل فيديو إن شاء الله هنتكلم في الخطوات كلها ولازم تتأكد إن الاعدادات بتاعت القناة معمولة بشكل صحيح طبع معي كده الخطوات وهنروح على جوجل كروم ده شكل جوجل كروم معي بنبدأ نكتب في البحث تسجيل دخول يوتيوب بتختار اول نتيجة بحثة تظهر لك في تسجيل الدخول هيتفتح لنا بالصفحة دي بالشكل ده كده بنبدأ نضغط على الثلاث نقط دول وبننزل كده بنختار الموقع الاكتروني المخصص بتضغط عليها كده بيحولنا يعني موبايلي لجهاز كمبيوتر بتحول موبايلك لجهاز كمبيوتر ببدأنا نضغط على الدايرة دي كده وبختار كلمة قناتك هيظهر لك تخصيص القناة وادارة الفيديوهات وانا بضغط على كلمة تخصيص القناة طبعا هيدخلنا على ستوديو اليوتيوب ولو دخلك على ستوديو العادي فانت هو بيحمل لسه تضغط على الثلاث نقط وتعمل الموقع الاكتروني المخصص او العرض باصدار سطح المكتب ظهر لك بالشكل ده كده وببدأنا ننزل وبختار علامة الترس اللي تحت دي الادادات العامة وهي الوحدات التلقائية طبعا هنا دولار امريكي هنسيبها زي ما هي لان دي دولار امريكي دي عملة الاتسنس فمش هنعمل فيها حاجة عندك هنا تحتها كلمة القناة بنبدأ نضغط على كلمة القناة عندك هنا المعلومات الاستية وهنا بلد الاقامة لازم تختار بلد الاقامة انا بلد الاقامة بتاعتي مصر يشوف انت بلد الاقامة بتاعتك ايه طيب فيه سؤال بيجي لو انا اخترت حاجة تانية غير مصر هتفرق في المشاهدات لا مش هتفرق في المشاهدات انت بتحدد بلد الاقامة بس هننزل كده وهنتكلم على الكلمات الرئيسية أنا قلت في فيديو قبل كده ازاي تعمل كلمات رئيسية لقناتك وهسيبه لك في تعليق مسبت ازاي? هنغضت كده على الاعدادات التلقائية وهنا عندك الجمهور لازم تصنف القناة بتاعتك هل قناتي مخصصة للاطفال؟ او ليست مخصصة للاطفال؟ طبعا هنا نعم أريد هذه القناة على انها مخصصة لو انا عايز ان انا اخليها مخصصة لاطفال بضغط على نعم لو انا مش قناتي مش مخصصة لاطفال هنا لا اريد تصنيف هزي القناة على انها غير مخصة لاطفال. لو انا بتكلم على ايه قناة مخصة لاطفال يعني قناة متنوعة مخصة لاطفال وعادية. بابدأ ان انا اضغط على اريد مراجعة هذا الاعداد لكل فيديو. كل فيديو لازم ندخل نضغط على هل هو مخصص او ليس مخصص. تمام? بننزل كده. وهنا عندك ربط حساب اعلانات هنا ربط الحساب. ربط الحساب ده لو بتعمل اعلانات على جوجل وعايز تربط الحساب وان شاء الله هنتكلم في فيديو جاي بازن الله عن ربط الحساب. عندك هنا الترجمة التلقائية وبقولك هنا عدم عرض اي كلمات يحتمل ان تكون غير ملائمة. الترجمة دي مش طعف طالما انت بتتكلم باللغة العربية يبقى ما تفعلهاش. هنا ايقاف الاعلانات تستهدف اه الاهتمامات. متحطش علامة الصح هنا خليها زي ما هي طبعا على كلمة الاعلانات دي. استمح المشاهدين باقتصاصة المحتوى الخاص بي. طبعا دي تخص بس الناس اللي محتواها موسيقى بياخدوا منها بطبعا بيعملوا السماح وبالناء واي شخص تاني ممكن ياخد الموسيقى دي ويحطها في شورتس مثلا. فدي ما تفعلهاش. على الاهلية لاستخدام الميزات وطبعا الصفحة دي ما فيش فيها غير اثبات الملكية وباقي الحاجة هتفعل بشكل طلقاء. اثبات الملكية لو فيه المربع ازرق كده يبقى انت عايز تعمل اثبات ملكية وهسيب لك ازاي تعمل اثبات ملكية فتعليق مسبق. هنا اه تالت حاجة عندك الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات ودي اهم حاجة. هنزهر لك طبعا العنوان وطبعا العنوان مرفعش تعمل فيه حاجة لان كل فيديو غير التاني فانت هتسيب الاختيار ده مش هتعمل في حاجة. طبعا ده وصفة ثابت للفيديوهات بتاعتك. انا ببدأ ان انا ارحب بالمتابعين بتوعي وببدأ ان انا اضيف لهم مواقع التواصل الاجتماعي اي حد عايز مني اي حاجة بيبدأ ان هو يتواصل معي عن طريق الوصف. طبعا بضيف لهم كمان التطبيقات المستخدمة في المحتوى بتاعي ازاي بعمل سرعة صغيرة ازاي بعمل اه طبعا البرامج المنتجي اللي باستعدناها في الفيديوهات. بابدأ ان اكتب لهم كل حاجة في الوصف. طبعا اول سطرين دول متحكم انت فيهم. لعلى حسب الفيديو بتاعك بتكتب اول سطرين في وصف الفيديو يخص المحتوى اللي انت بتتكلم فيه في الفيديو. هعمل ان شاء الله فيديو بازن الله عن ازاي اعمل وصف للقناة بتاعتي. ونضيف بقى فيها الكل الفيديوهات المهمة الموجودة عندي على القناة. وانا عملاي غير مدرج. ليه بقى غير مدرج? لانه انت بتحمل الفيديو طبعا مفاش تعمله علاني. لانه انت بتحمل الفيديو بتاعك لازم حاجة كده اسمها عمليات التحقق. بيتأكد لك من الفيديو بتاعك هل هو الفيديو بتاعك مفيش في اي مشاكل بيكتب لك كده الفيديو مفيش في اي مشاكل. فعمليات التحقق دي ممكن تاخد عشر دقيقة او ربع ساعة فان انت المفروض تخليها غير مدرج. لما يخلص خالص عملات التحقق. والفيديو ما بقاش في اي مشاكل خالص بديد ان انت تعمل الفيديو علني فاتسيبها زي ما هي. هنا طبعا العلامات انا كل المفروض اعمله في العلامات ياسمين عشور قناة ياسمين عشور لان في كل فيديو ليه علامات لوحده يعني مسلا انا بتكلم على انشاء القناة على اليوتيوب ليها علامات وبتكلم على ازاي اعمل ضبط الاعدادات القناة ليها علامات فكل كل فيديو ليه حاجة فزي العلامات مسلا وزي العنوان في حاجات كده معينة انت لازم انت تدخل تعملها انت على الفيديو فطبعا العلامات دي برضو زي ما قلت لازم تعملها على الفيديو هنطلع فوقينا كده وعندك الاعدادات المتقدمة ونطلع كده سلطة القائية طبعا دي متاحة باللغة الانجليزية فممكن تفعلها او متفعلهاش عادي عندك هنا الترخيص فانت سيبه الترخيص يوتيوب العادي عندك هنا الفئة تبدأ تختار بقى الفئة بتاع قناتك وكنا عملنا فيديو ازاي تختار فئة للقناة وهسيبه لك برضو في تعليق مسبت هنا اللغة الفيديو هعملها العربية والشهادة بلا شهادة وهن لغة العنوان والوصف لازم اتأكد ان هي العربية هنا طبعا قسم التعليقات الموجودة عندك على القناة اسمح بكل التعليق اي تعليق لو انت عملت اسمح هيبقى موجودة عندك على القناة طيب لو انا عايز حالة التعليقات التي يحتمل ان تكون غير ملائمة الى المراجعة انا ممكن ان انا افعل دي اي حد بيشتم او كدهbieروح للمراجعة تلقاء لكن لو انت عايز تعمل السمح بكل التعليقات عادي هنا اخضاع كل التعليقات للمراجعة طبعا دي ما تفعلهاش خالص. لو انت عايز توقف التعليقات بتضغط على ايقاف التعليقات. اخر حاجة عندنا ازهار عدد المعجبين بهذا الفيديو عندنا اللايك. طبعا بيبقى مكتوب عندك اتناشر لايك او خمستاشر لايك. لو انت عايز تخفي اللايكات دي خالص ما تبقاش ظهرة كم لايك عندك على الفيديو. تبدأ ان انت تقفل او تشيل اعلامة الصحي دي. فانا عندي لا مش هشيلها سيبها عادي بس انا بكلم عليك انت. انت تحقيق الربح. لو انت مفعل تحقيق الربح طبعا احنا عاملين على اعنات التوظهر على سطح الفيديو و اعنات الفيديو القابلة التخطي و اعنات الفيديو طبعا انا معلمة على الاختيارات دي ف هنرجع كده نروح على كلمة ازونات بنضغط عليه. الازونات دي لو انت بقى عايز تضيف حد مشرف على القناة بتعمله ايه موجود مشرفه وبتضغط على كده الدور وبتبدأ ان انت تحدد القناة. هننزل كده على كلمة المنتدى بنضغط عليها وهنا طبعا كلمة المنتدى دي عندك الفلاتر هنا المشرفون اي مشرف طبعا عندك في العرض الاول او في البس المباشر بتلاقهم هنا لو انت عايز تشيل حد منهم هنا بتبدأ ان انت تزيله هتلاقي كده كلمة المستخدمون الموافق عليهم دي المستخدمون دي لو انت ممكن تحدد اشخاص معينة ممكن يعملوا تعليقات روابط او كده فانت بتبدأ ان انت تحدد لهم ايه القنوات بتاعتهم هنا وبتعمل موافقة اي تعليق هيبقى ظاهر عن روابط او اي حاجة بيبقى ظاهر عنده هنزل تحت شوية كده المستخدمون المخفيون طبعا دي لو انت عمل لأي شخص اخفاء عندك على القناة بيبقى موجود هنا بقى اي حد شتم او اي حد قال حاجة فبتبدأ ان انت تضغط كده على اخفاء هذا المستخدم وبيبقى ظاهر هنا عايز تزيل المستخدم ده من المستخدمون المخفيون بتبدأ تضغط على علامة بتبدأ تزيله من مستخدمون مخفية هنا المستخدمون الذي يمكنهم قاعدة توجيه المشاهدين الى قناتي انت كده بتعمل سماح لبعض القنوات ان هي توجه المشاهدين بتوع قنواتها بعد انتهاء من الفيديو الى البس المباشر خاص بك طبعا ده بيتم استخدامه بقى في التعامل مع القنوات لو نزلنا كده عندك الكلمات المحظورة لو انت عايز تحذر اي كلمة محظورة زي لايك احلى لايك احلى مشاهدة مشاهدة كاملة بتبدأ تكتب الكلمات دي هنا بعد الكتابة طبعا تتخاف اي حد كاتب لايك او كده التعليق ده بيختفي لوحده ما بقاش ظهر هنا حاضر الروابط وانا انصحك تفعل حاضر الروابط لانت ما تعافش اللي بينزلك الروابط ده بينزلك هل الروابط ده بتاع ايه بالضبط فاهم الاحسن انت تضغط كده تفعل الميزة دي عندك هنا اعدادات التلقائية لو ضغطنا عليها زي ما قلنا هنعمل السماح بكل التعليقات لو انت عايز مش السماح بكل التعليقات وعايز حالة التعليقات التي ان يحتمل ان تكون غير ملائمة الى المراجعة ممكن انت تعملها دي ما فيش فيها اي مشكلة هنا عندك اه ارشادات القناة بضغط عليها كنا عملنا فيديو اي شخص بيدخل عندك على القناة وعايز تعمله رسالة ترحيب بتعمل هالو طبعا مش هيعرف كتب تعليق غير لما يضغط على موافق او حسنا وطبعا انا هسيب لك ازاي تعمل ارشادات ليه الفيديوهات بتاعتك هسيب هالك في تعليق مسبق طبعا هنا اتفاقيات لازم تقرأ الاتفاقيات او احكام برنامج شركاء يوتيوب خلاص هنضغط كده على كلمة حفز بعد الاعدادات دي كلها انا بيحمل معايا تم حفز الاعدادات طبعا بقى زي ما قلنا هنضغط كده على اه كلمة المحتوى او بتضغط على التلات شورة دول بتضغط على كلمة المحتوى بيجي لك بقى المحتوى طيب ايه بقى لانا المفروض الحاجة لانا الاعدادات اللي انا لازم اعملها على كل فيديو زي العنوان لازم ان انت تعمل طبعا مفعش نكتب في الاعدادات العنوان زي ما قلنا العنوان صورة مصغرة كلمات مفتاحية لا تأكد من تفعيل الربح اصبر لحد ما عملات التحقق تخلص ده اللي انت بتدخل تعدل على الفيديوهات بتاعتك من عليها مفعش ان احنا نعملها تلقاء قلنا مهم جدا انك تعمل اعدادات القناة لان هي بتخلي كده بتساعد على نمو قناتك بشكل اسرع كده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربا فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته